موسيقى السلام المسيح وهلا وسهلا بكم بتأملنا لهذا اليوم من كلمات المسيح على الصليب نقرأ من إنجيل يوحنى صحاح 19 والعداد 28 و29 بعد هذا رأى يسوء أن كل شيء قد كمل فلكي يتم الكتاب قال أنا أطشان وكان إناء موضوع مملوء خلا فبلؤوا إسفنجة من الخل ووضعوها على زوفة وقدموها إلى فمه أمر عجيب جدا خالق السماء والأرض وكل المياه بيصرخ أنا أطشان مكتوب بالأناجيل أجاب يسوء وقال لها كل من يشرب من هذا الماء يعتشوا أيضا ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبع ما ينبع إلى الحياة الأبدية بإنجيل يوحنى بإنجيل يوحنى صاحب السابع بيتكلم وقف يسوء ونادى قائلا إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بيه كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ما حي صاحب الماء يصرخ أنه أطشان وهذا دليل على الناسوته اللي كان حاملة والماء اللي كان يريد يعطي للناس دلالة على لهوته ليش المسيح صرخ من هذا النوع وصرح بهالطريقة؟ علموا تكمل النبوآت اللي مذكورة عنه في الأهد القديم في مزمور تسعة وستين والعدد واحد وعشرين ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا اللي انكتبت قبل ألف سنة من وقت صلب المسيح إذا المسيح إيجا لهذا وقتنا ولهذا عالمنا وعاشوا إيانا هل بيكون مرتوي وما يكون محتاج للماء؟ شنو نوع العطش اللي المسيح كان عطشان إليه؟ المسيح هاليوم همينا عطشان عطشان للمسامحة بين البشر عطشان للحب لبعضنا الآخر عطشان لقبول أحدنا الآخر بضعفاتنا المسيح عطشان للسلام للعالم وعطشان الناس تقبل الخلاص والفداء والغفران اللي هو عمله المسيح عطشان إن الناس تقبله وتكون على علاقة قوية عطشان إلى صلاتك عطشان المسيح إلى عمل الخير اللي انت تعمله المسيح عطشان إلى افتقادك اليتامة والأرامل وإلى آخره وإلى آخره عطش المسيح ما رح يرتوي بالمي لكن يرتوي بالتوبتك بيرتوي بقبولك بيرتوي بالخلاص وقبولك للخلاص والحياة الأبدية اللي هو دي قدمها إلك اروي عطش المسيح اليوم وتوجه ملك وسيد على حياتك وما راح تندم والربي باركك ويكون معاك وكل عام وانت بألف خير اشتركوا في القناة